ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هذا يبرهن أن فرنسا أردت أن تدخل إلى نادي النويم من بابه الواسع وذلك على حساب بطبيعة الحال سكان هذه المنطقة والحساب يعني الصحراء الجزائرية أنا أطالب أن كل الصحراء الجزائرية تكون معنية نظراً أن القانون أمريكي في هذا الإطار يقول أن كل شخص موجود على 700 كم من نقطة صفر فهو معنى بالإسقاطات النووية وهذا اللي خلينا نقول أن كل الصحراء الجزائرية معنية بهذا التلوث البيئي لكلفة فرنسا أما بالنسبة على الجانب الصحي فكما تعرفون أن الأشعة النووية المؤينة تؤدي إلى سلطانات يعني هذا ما فيه شك فيه دراسات على مستوى العالم وخاصة الدراسات التي تمت على ضحايا هيروشيمو ناقازاكي تدل أن فيه سلطانات أن فيه مرض قلبية الشارعين قلبية فيه أمراض تالعيون فيه الناس لفقت عيون فيه أمراض حتى تعسمع يعني فيه مرض حتى بسيكولوجية فرنسا لها مبدئان تعمل بهما منذ زمن بعيد وهو الكذب والطماطل والتعطيل فيه وهذه المعاملات لنفيه بعض الليجان المشتركة التي تمت من 2007 ولكن ما فيه حتى النتائج ولهذا أقول بأن الحل بالنسبة لي هذا موقف شخصي أنه لا بد من إعادة الناظر في اتفاقات فيه لماذا؟ لنفيه اتفاق ذلك بصريح العبارة مكتوب تجارب علمية وهذا كذب صارخ حتى في القادة الدوليو يعاقب عليه لأن أنت كذبت على الطرف الآخر وقلت أنني سأقوم بتجارب علمية لكن في الواقع ماذا وقع؟ فيه تجارب نووية فيه تفجيرات نووية عفوا فيه تجارب كيميائي وبيولوجية فيه تجارب باليستيكية فيه تجارب الفضاء وكل هذه التجارب والتفجيرات تشكل خطر على هذه المندات والسكان بعد ذلك تحولت إلى تفجيرات باطنية لماذا باطنية؟ لأن تفجيرات باطنية من محتمل أنها لا تؤثر على البيئة ولأنها تكون داخل الأرض يعني فيه جبل مثلا لكن للأسف من بين 13 تفجير نوو باطني باطني فيه ثمانية على الأقل يعني سفرت عندها عليها حواذ وعلى رأسها حادث بيريين يعني هذا الاسم على هذا التفجير اللي وقع في أول 162 وخرج السحابة من الجبل وخرج تحيمم يعني قلب الجبل ذاب وخرج تحيمم بركانية لخارج الجبل وهذه تشكل خطر كبير على البيئة وعلى السكان وكانت يعني مشاعي إلى حد الآن ما زالت هذه البيئة أما السحابة فقد مرت على السكان بمرتوتك ومات فيها الكثير في هاليوم مع الماشية وهذه السحابة مرت إلى الحدود الليبية وكانت طائرات فرنسية تتابع ووجدت طائرات أمريكية يعني اللي واصلت هذا العمل لأن هذه السحابة قد لوثت يعني دول أخرى كذلك فيه نقطة أخرى هي فيما يخص النفايات المشاهة ففرنسا في 67 عندما غادرت هذه المواقع دفنت ما قدرت تدفنه خاصة من المعدات الكبيرة كالطائرات كالباخيرات كالليشار اللي بادة لنا استعملتهم في التفجيرات السطحية اللي بتشوف بما التفاعل في حال نشوب حرب نووية إلى خيره فدفنتها في عمق جد وقاصير أما نفايات أخرى بقت على سطح الأرض فهذه نفايات أخذوها السكان بجهل هو جهل هنا جريمة ثانية إنها لم تعلم السلطة الجزائرية ولم تعلم السكان بالمخاطر لهذه الأدوات وهذه النفايات والجريمة الثالثة إذن جريمة 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 الثالثة لم تعترف الاعتراف مش الاعتراف حنا للمحاسبة الاعتراف لكي نعرف أين دفنت هذه التجهيزات لكي الجزائر تخذ مسؤوليتها لأن النفايات المشاعر عندها تسيير خاص حتى في العالم يعني الآخر في أمريكا أو في الدولة أخرى كي ندفنت تسيير على المدى الطويل في أمريكا مثلا بناء مكان لمدة 25 ألف سنة دفنوا فيها لماذا 5 ألف سنة بطبيعة حال إنه بعد تفجير نووي فيه مواد الانشيطار اللي تكون من بينها بريطونيوم هذا البيطونيوم هو أخطر عنصر من ناحية الكيميائية ومن ناحية النووي أخطر عنصر فمدة نصف حياته 24 ألف 400 سنة وكذلك فيه نقطة أخرى بالنسبة للصحة هو أن الأشعة عندما الإنسان يكون يعني يتعرض لها سواء كونتاميناسيون ولا إيلادياسيون ففيه تأثير على الجينات وفيه دراسة في إنجليترا اللي تقول باللي تأثير هذا يكون على مدى 22 جيل يعني معناها منه لازم نترقب في المستقبل تكون عنا كوارث أخرى من ناحية الزيادات ومن ناحية التشوهات من ناحية الآخرية إذن المشكل مش رح ينتهي يعني كأنه ما زلنا ما زلنا نحن نعنيه من هذا المشكل إذا كان فرنسا لم تأخذ مسؤوليتها وهذا الأمر يعني يتعلق بها لأن نفاية المشاعة تعتبر ملك لفرنسا لابد أن تأخذها أو تتحمل مسؤوليتها هنا فهي اللي عندها الإمكانيات سوى من ناحية التكنولوجية أو من ناحية هالمسؤولية الدولية والمسؤولية يعني الإنسانية نريد أن يعني ما يكونش عندنا ضحايا آخرين ونريد أن الضحايا الحاليين نتكفلوا بهم ببناء مستشفيات على مستوى رجان وعلى مستوى عين مقل بإعطاء هذه الجزائريين المعنيين الوثاق لتمهم بإعطاء الخرائط لهذه النفايات بإعطاء برفع السر الدفاع على الأرشيف كما تعلمون أن الأرشيف النووي أصبح غير يعني مطالع عليه يعني المعلومات الحقيقية اللي تمكننا من يعني التكفل بهذا الملف يعني بطريقة جدية من ناحية الصحية ومن ناحية البيئية عندنا أمثلة في العالم لدول أخرى اللي قامت بنفس التجارب أو التفجيرات مثل أنجليطرا مع أستراليا فأنجليطرا مع أستراليا قد نظفت يعني الأماكن التي تمت فيها التفجيرات وعوضت يعني كيفة اعتيرات لو نأخذ كذلك حتى أمريكا مع اليابان أمريكا نظفت هيروشيما وسعادة إلى خيره ونغازاكي كذلك بالنسبة لزيل مارشال